التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي عدروس الزبيدي بمقار الأمم المتحدة في اليورك مارور فيرهيرا وزير خارجية البرازيل وتطرق اللقاء لمسجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا ومالات العملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي في ظل استمرار التصعيد الذي تنتهج الميليشيات الحوثية والسهدافها لسفنة جارية ونوى الزبيدي لاستحال التوصد إلى سلام مستدام في ظل التصعيد الحوثي الغير مبرر والذي يستهدف شعبنا ومقدراته وامن الغذائي بدرجة أساسية وفي سياقنا خربح ثلواء الزبيدي مع سيد ستيفن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية مزجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد بفعل التصعيد الذي تمارسهم ليشي الحوثي وعبثها والمتواصل في البر والبحر احبرا اشتركوا في القناة 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 شكرا